سارعوا بيها قبل النص من شعبان قبل ما ييجي علينا نص شعبان ياريت تكونوا عملتوا الطريقة دي هتمنع الحسد والسحر من بيتك وهتمنع بيتك رزق ومال وخير قسما بالله البركة والرزق اللي هيدخل بيتك عمرك في حياتك ما دخل قبل كده رزق وخير سريع جدا جدا حتى الناس اللي عندها وقف في أمور كتيرة تعالوا مع بعض نشوف إزاي نفتح باب القبول والمحبة والرزق والخير في البيت تاني ونمنع الحسد والسحر مهما كانت قوته ومهما كان حجمه أو حتى لو سحر جديم ياريت ما تبخلوش عنا بلايك للفيديو واشتراك للقناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد ويلا بينا نشوف هنعمل إيه تعملوها ليكم أو لأي حد حتى بعيد عنكم السلام عليكم معاكم قناة روحانيات 6 البيت 2 كل سنة وانتوا طيبين جربنا خلاص على نص شعبان كل سنة وإحنا طيبين وكل سنة وأولادنا طيبين وحبايبنا طيبين ويا رب ينعد علينا الأيام بالخير وحبايبنا حوالينا ما نفقدش حاجة غالية علينا ربنا يخلينا الحبايب واللي بيحبونا ويبعد عننا أي إنسان بيكرهنا أو بيحب لنا شر أو حابب يعمل لنا أي مشاكل في حياتنا ربنا يبعد عنينا ودايما يا جماعة رددوا يا رب يا رب اشغل عنينا الظالم والمفتري وكل حد بيدايجنا في حياتنا واشغله في نفسه وفي أموره دي أحسن دعوة تدعيها تعالوا مع بعض النهاردة هقول لكم حاجة لازم تسرعوا بيها قبل ما ييجي علينا نص شعبان أو لو فيه فضل يوم اتنين على نص شعبان أو ملحكتيش يوم اتنين وخلاص انت طب عليك نص شعبان أو يوم خمسلاشر شعبان لازم تعمل الطريقة دي تقدر تعمليها بعد نص شعبان بيوم أو باتنين برحتك خالص أو الموافق ليوم نص شعبان يعني والنفرد ان يوم نص شعبان ده جاي يوم خميس أو جمعة والنفرد هديك مثال إم تعملها لو ملحكتش النصف من شعبان هتعمليها يوم الخميس اللي وراه أو المتتالي ليه أو التالي ليه على طول ده في حالة انه جاف يوم خميس وانا بديكي هنا مثال أما لو جاف اي يوم تاني برضو هتختاري اليوم اللي بعده في الأسبوع اللي بعده نفس اليوم ونفس التوقيت اللي عملت فيه او اللي المفروض كانت تتعمل فيه وعمليها هي ايه الحاجة دي هنجهزها مع بعض ونبدأ على طول نستخدمها اول شيء معايا هنجيب اي حاجة بلاستيك كدهو او اي حاجة معدن وطبعا لان احنا هنجهز فيها حاجة كده سهلة وبسيطة ومكوناتها موجودة في البيت يعني ما فيش داع ان انت تقولي مثلا المكونات بتاعتها صعبة او هجيبها من فين لا دي موجودة في البيت ولو مش موجودة نزل اشتريها على طول بس المهمة الحاجة يعمليها ليكي او بنية اي حد حتى غايب هنحط شوية ملح من ملح الطعام او اي ملح موجود في البيت اي ملح حتى للطاقة اي ملح اللي الحسد موجود عندك بترشيه بتحطيه مثلا بتقطيه بتحطيه على بخور اي شيء وهنبدأ نجيب الشاي الاسود الشاي الاسود سبق قبل كده وتكلمت عنه وقلتلك تقدر تجيبيه من فين وسعره مناسب جدا واخد بالك لازم الشاي الاسود لو عندك اي شك في حسد او سحر لازم يكون موجود في بيتك لان ليه طرق كتير جدا والاستمرارية على استخدامها بيخلصك من اي حسد او اي سحر هنجلب شوية الشاي الجليلين دول على الملح ونحط عليهم شوية خل ميا مخلوطة بخل او خل على كده يعني صافي المهم السوائل هنا هتكون مخلوطة بيخ الخل الابيض او اي خل طبعا حتى لو خل طمر ما فيش مشاكل هنحطهم ونديهم تجليبة نسيبهم بتاع مثلا عشر دجاج بعد التجليب خليهم سائل اكتر من كده ما تخليهمش نشفين او سيبيهم يسودوا لمجرد ما تحطي الملح على الشاي دي كلون غامج جدا هيديكي مفعول الحنة ولكن طبعا احنا هنا ما حطناش اي حنة او اي نوعية حنة الطريقة دي جماعة من افضل الطرق اللي هتستخدميها للناس كمان اللي ما بتحبش حنة شهر رجب او حنة شهر شعبان او ما بتحبش الحنة وريحة الحنة تقدر تعمل الطريقة دي وتنفذيها بنفس الشكل سيبيها مثلا شوية كده على جنب غطيها وزي ما اتفاجنا الخلي هنا واجب وضروري جدا اي نوع بس يعني ما يكونش خلي توفع اي نوعية خلي قوي خلي الطمر او الخلي الابيض او اي خلي عندك قوي تقدري تحطي منه نقطتين تخليه سائل بالشكل ده نزريهم كلهم في جلب بعض كده وديهم تجليبة وجهزيهم للاستخدام هياخدوا مثلا 10 دقائق 15 دقائق وانت سايباهم هتلقيهم جمدوا شوية وتقدر تحطيهم شوية تخلي تانين وتجلبي فيهم طيب بعد ما جهزناهم هنا انا هباجه هابدأ اعمل ايه طبعا الطريقة دي بديلة لحنة رجب وحنة شعبان لانه فيه توقيت في شهر شعبان ورجب لازم ولابد ان احنا نعمل الحنة بالملح والكلام ده فده للناس اللي ما بتحبش حنة الحنة او ما بتحبش روحتها والكلام ده هتاخديه هتاخدي شوية كده على كفة ايدك في دايرة كفة ايدك او في بطن ايدك وتبدأ تحطي شوية وتمشي شوية على الصوابع يعني حطي على اطراف الصوابع فقط والكفة بتاعتك دايرة بسيطة دايرة بسيطة على كل صوابع طبعا لما تبدأ بيها هتبدأ بايدك الشمال الاول وبعد كده ايدك اليمين ايدي دي اللي انا حطا لها الخلطة دي او الحاجات دي دي ايدي الشمال يا جماعة ممكن تكون باينة انها ايدي اليمين بس هي ايدي الشمال وبعد ما خلصت ايدك الشمال هتبدأ في ايدك اليمين ولما تعمليها على رجليك او في بطن رجليك وتحني بيها بنفس الطريقة في رجليك هتعمليها رجليك الشمال الاول وبعد كده رجليك اليمين المهم الشمال جبل اليمين وطبعا دول لسه هياخد وقتهم على ما يشتغلوا ويبدأ لونهم يغمج معايا لكن انا كنت مجهزة شوية وهما دول اللي انا حطيت منهم على ايدي لونها قوي جدا على فكرة وافضل بكثير من الحنة خلاص تقدر تاخدي منها على اطراف شعرك على اطراف يعني مقدمة الشعر والجناب اللي ورا الودان دول والاجزاء الامامية من شعرك تقدر تعمل الطريقة دي او تحطيها على اطراف شعرك ولكن لو انت مش حابة خلاص حطيها على كفوف ايدك خلاص هتسيبيها بتاع 10 ا 15 دجيجة على ايدك بعد ما سيبتيهم 10 او 15 دجيجة على ما يختمروا او يعملوا مفعول ويدوا لون قوي وبعد كده هتروحي تخسل ايدك بصوا عاوز اقول لكم الحنة دي كمان او الطريقة دي للاستخدام او بديل الحنة دا للناس المقبلة على او دخل حاجة جديدة او راحة بيت جديد او راحة شغلة جديد علشان تجدي الفل او تخلي يعني اي حسد او خايفة من اي حسد او اي سحر تقدر تعمليها قبل ما تنتقلي لمرحلة في حياتك او قبل ما تنتقلي لمكان او مسافرة او اي حاجة المهم خلال شهر رجب وشعبان لازم تكوني او قبل ما يجعلك نصف شعبان لازم تكوني عملتيها قديتك طبعا البديل لنصف شعبان ايه عشان الناس اللي ممكن ما تكونش هتسمع الفيديو مثلا اليومين دول وفاتها الموضوع طبعا ليه خلاص كرريها في اليوم اللي قررت في نصف شعبان جا في يوم كذا فانا هعملها في يوم كذا حطيها على اديك وعلى رجليك ولو لنية حد تاني بعد ما تعمليها لنية نفسك في الاول تبدأ تعمليها لحد تاني لو حد عنده يا جماعة نظرة او حسد من ولادنا او اي حاجة هنجيب شوية شاي اسود على شوية ملح ونجلبهم نسيبهم شوية ونبدأ نعمله تحنية للايد بالشكل ده يعني هتحسيها حتى مش مأثرة في لون الايد او مش ببوزة الايد او اي حاجة وتقدر ترسميها رسمة تنجوشيها نكش كده هو على اديكي على اطراف الصوابع من جوة على بطن الايد من جوة وعلى اطراف الصوابع ومش لازم توديها على الضوافر مش لازم خالص كانوا زمان بياخدوا التحنية دي او الحاجة دي في شهر شعبان او شهر رجب اللي قابل شعبان فيبدأوا يعملوا التحنية دي للناس اللي عندهم نظرة او عندهم سحر وبتبقى بتتكرر يعني عملناها النهاردة مثلا النهاردة الاربع او نهاردة الخامسة تعمليها الاربع او الخامسة اللي جايين وهكذا تكرريها مرتين خلال الشهر المرتين خلال الشهر في اي توقيت لونها جميل جدا ويعني حتى بصي بتوجهيها في وش اي حاسد لو حد بيحسدك او اللي بيحسد ده شخص من الاشخاص اللي حواليك والموجودين في حياتك او موجودين على طول وجهيها في عين الانسان اللي دايما بيحسدك او الشخص اللي عاملك سحر بنية يعني بصي حطي ايدك في وشه على اساس يبصي لده يبصي للموضوع ده هتلقي اي حسد او اي شيء من عنده ومن تجاهه ليك امفكل وحده امفكل وحده حتى لو في زعل ومشاكل بينك وبين شخص وعقسات اعمليها برضو في وشه هينفك اي حسد واي مشاكل لوحدها حتى لو كان ولادك اللي موجودين في البيت هتم لبيتك رزق وهتم لبيتك خير ورش الشاي الاسود والملح كمان على الارضيات الايام دي يا جماعة لازم تعملوها على الاعتاب لانه بيفك اي حسد واي سحر موجود في البيت حتى لو جديم الطريقة سهلة وبسيطة واي استفسار اي تعليق سبهن اسفل الفيديو كل سنة انتو طيبين حبابي ويا رب نعاد علينا وعليكم بالخير ويدخل علينا شهر